اشتركوا في القناة الذي يوافق الرابع عشر من يناير من كل عام وفي مستهل اللقاء ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة خالص تقديري واعتزازي بالمنجزات الحضارية التي حققتها الدبلوماسي البحريني بفضل قيمها ومبادئها النبيلة النابعة من التوجيهات الملكية السامية من لدى سيدي حضرت صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي عززت حضور البحرين الدبلوماسي خليجيا وعربيا وأقليميا ودوليا وهي تمثل ثوابة السياسة الخارجية البحرينية المستمدة من الهوية البحرينية مع مواكبة التطورات والأحداث الإقليمية والتعامل معها بمرونة وحكمة وعقلانية ونظر مستقبلية وثيقة وفقا لمصالح البحرين وثوابتها الوطنية الراسقة في إطار انسجام مواقف البحرين السياسية والدبلوماسية مع مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة والمبادئ العامة لحقوق الإنسان مشيدا بالدور الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تجسيد التنفيذ الواقعي للعلاقات الخارجية المبنية على حسن التقدير واتخاذ المواقف السياسية المسجمة مع التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم وبمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي وافق الرابع عشر من يناير من كل عام وهنئكم جميعا وأشيد بالدور المشرف للدبلوماسية البحرينية ومنطلقاتها الوطنية والعروبية والتي أسهمت في ترسيخ قيم التسامح والسلام التي تتمتع بها مملكة البحرين ولا يفوتني الإشادة بالمبادرة الدبلوماسية لأخي وزير الخارجية لعقد هذا اللقاء الدبلوماسي العام لرؤساء البعثات الدبلوماسية الذي يمثل فرصة أمينة لتوحيد المفاهيم والمسؤوليات الدبلوماسية لتحمل مسؤولية القيادة الدبلوماسية في الخارج وكما يقول العرب ارسل حكيما ولا توصيه بالرغم من تطور وسائل الاتصالات الحديث وما وفرت من اتصال مباشر بين الأجهزة المعنية تبقى واجهة التعاون الرسمي هي البعثات الدبلوماسية وإن مسؤولياتكم متعددة الأدوار ولا شك تتحكم فيها طبيعة وحجم التعاون القائم بين البلدين ولكن في تقديري أن الواجب المشترك والمهم الذي يجب أن نعمل على تحقيق معا هو كيف نقوم على مساعدة المواطنين في الخارج هذا وقد أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف والراشد الزياني وزير الخارجية عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على تنظيم هذا اللقاء الموسع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية والذي يأتي في إطار الحرص على إطلاعهم على البرامج والمبادرات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن جهودها البناء لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار مؤكدا أن اللقاء كان فرصة جيدة لإطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة على هذه البرامج ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي وفي سياق متصل اطلع رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة على البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية حيث قدم الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام إجازا أمنيا تناول فيه استراتيجية وزارة الداخلية في التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر واستخدام التقنيات الحديثة لافتا إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الاستقرار الأمني والمؤشرات التي تعكس هذا الاستقرار كما قدم كل من معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك وسعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبرانية وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والأستاذ علي أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان معا عرضا تضمن إجازا عن الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الشأن بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة تقديم خدمات أمنية متكاملة وفق معايير الدقة والكفاءة والإنجاز ترجمة نانسي قنقر